احنا عملنا العشرين كيلو الأولين من المحور المحمودية وكانت كل ناس بتشتكي وعلى الجرائد ومواقع التواصل ويقولك بتهدوا الجوامع حرم عليكو يا مسلمين يا عسيدي حنرجع الجوامع تاني وحنرجع الكناز تاني بس حنرجعها صح انت بتهد اللي موجود وبعدم تعمله تاني عشان توصل لله احنا عملناه في المحور ده وانا بكلمكو كده بقى انه ثلاث سنين او سنتين ونص شغالين في امتداد محور المحوودية لخمسة وخمسين كيلو خمسة وخمسين كيلو عشان اوصل لغاية البحيرة عشان تبقى انت من اسكندرية تكمل المحور ده لغاية البحيرة محور جديد يقولك البلد بتحب الطرق لأ حب الطرق ايه انت بش يغطين بالكو يعني ايه بلد ولا ايه البلد حاجة تانية خالص الدولة حاجة تانية خالص الدولة زي ما دكتور مصفة كان بيقول كده في تخطيط التخطيط ده بيقوم بيه علماء وده كاترة جمعة وده كاترة في الوزارات المتخصصة او المعنية وبتحط تصور لو قدرت الدولة تعمله خير ما قدرتش بيه بقى خطط على ورقا ولا انا بقول كلام طيب وانا بعمل بقى عشان اكمل بوضوع محور المحمودية ده لانا بقول كلام انتو عايشينوا معانا انا بكلم الناس بتوع اسكندرية واللواء شامقنا موجود كان محافظة البحيرة وجي قال لي يا فندم انا عشان اشيل الناس اللي موجودة على محور المحمودية في الجزء بتاع البحيرة عندي انا عايز 800 مليون جنيه صح كده مش كده يا شام عايز كام ده من 3 سنين صح يا دكتور الحكومة افرت 800 مليون وشلنا كل التعديات اللي كان انا بقول ايه التعديات بس كان فيه قدام التعديات دي حاجة احنا بقولنا عليها تعود اجتماعي يا دكتور يعني ايه تعود اجتماعي ما قلناش ان اللي تعدى ده الارض مش ارضه وعلى حرم الترعة ولا ولا قلن لأ لان احنا ما نقدرش نسيب الناس دي بالطريقة فدناهم شيء من التعويد مش كده يا شام عشان احنا بقنا 3 سنين بنعمل 55 كيلو بنعمل كم 55 كيلو طب لو النهاردة 55 كيلو دول انا بعملهم في ايه ارض صحراوية كده ياخد من 6 اشهر احنا بدأنا اسكندرية الطريق من من حوال 4-5 شهور اللي ان شاء الله قبل العيدة هكون مفتتح الجنب اللي هو الوصلة اللي هي من القاهرة لغاية اسكندرية اللي هو اللي رايح 170 كيلو و20 كيلو من اللي راجع اشتركوا في القناة